اشتركوا في القناة ستطلق ثلاثة هواتف مختلفة من حيث مقاس الشاشة وبعض المواصفات والسعر الأول سيكون S10 Lite وهو النسخة الخفيفة من الهاتف الرئيسي وسيأتي بشاشة مقاسها 5.8 إنش ولكن الاختلاف حول شكل الشاشة فالتسريبات انقسمت إن كانت شاشة مسطحة أو منحنية الجانبين وسيكون أقل لهم سعرا الهاتف الثاني Galaxy S10 بشاشة 6.1 إنش من نوع OLED الهاتف الثالث أكبرهم بشاشة مقاسها 6.4 إنش وسيكون الأعلى بالمواصفات بينهم ثانيا التصميم الهواتف الثلاثة ستحمل تصميم الثقب في الشاشة وتحتوي على الكاميرا والمستشعرات هاتفاء S10 Lite و S10 سيحملان كاميرا أمامية واحدة بينما نسخة بلس سنرى فيها كاميرا أمامية مزدوجة ومع اعتماد سامسونج لهذا التصميم فهذا يعني أن إطارات الهاتف ستكون أكثر نحافة من الظهر ستأتي الهواتف بتصميم مشابه لGalaxy S9 لكن هناك اختلاف في عدد الكاميرات وشكلها ثالثا الكاميرات يأتي S10 Lite بكاميرا مزدوجة بينما S10 الأساسي و S10 Plus بثلاث كاميرات بحيث يكون هناك عدسة مزدوجة وثالثة بكاميرا فائقة مع فتحة عدسة بزاوية واسعة ومن المرجح أن الأولى المزدوجة بدقة 12 ميجا بيكسل والكاميرا الثالثة الجديدة بدقة 16 ميجا بيكسل وتصوير بزاوية واسعة تصل إلى 120 درجة لكن ثم تتسريب آخر أظهر أن نسخة بلس ستكون مع أربع كاميرات خلفية رابعا المواصفات ستعمل الهواتف الثلاثة بمعالج Exynos 9820 وذلك للنسخة التي ستأتي لمناطقنا العربية بينما النسخة الأمريكية ستعمل بمعالج سناب دراجون 855 الجديد وفقا لاتفاق بين سامسونج وكوالكوم من حيث الرام ستكون بين 6 إلى 8 جيجا بايت وذلك حسب المساحة التخزينية المساحة التخزينية ستكون متوفرة بعدة خيارات ما بين 128 وحتى 512 جيجا بايت بينما ستنفرد نسخة بلس بنسخة خاصة ذات مساحة 1 تيرا بايت وتدعم شبكات الجيل الخامس 5 جي وستكون الأعلى سعرا ومخصصة لمناطق محددة مثل كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وألمانيا البطارية ستكون وفقا للتقرير مع استين لايت بقدرة 3100 ميلي أمبير أما استين الأساسي بقدرة 3500 ميلي أمبير أو 4000 ميلي أمبير بينما نسخة استين بلس بقدرة 5000 ميلي أمبير خامسا المميزات التقنية من المؤكد أننا سنرى مزايا مقاومة الماء والشحن السريع والشحن الأسلكي في الهاتف وستأتي نسختان الأساسية وبلس مع مستشعر بصمة مدمج في الشاشة وفقا لمعظم التسريبات بينما نسخة لايت ستكون مع بصمة تقليدية والأنباء لم تتكلم حتى اللحظة عن بقاء مستشعر قزحية العين وربما نشهد أن سامسونج تستغني عن المستشعر كما كشف تسريب عن نية سامسونج الكشف عن ميزة باورشير الجديدة وتصبح للمستخدمين بتحويل جالاكسي S10 إلى شاحن لاسلكي للأجهزة الأخرى